بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم من ورحمة الله الرحيم اهلا بكم فيديو جديد على قناة فوم بكس قبل ما نخش في شرحنا ولو انت جديد في القناة تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو انت بالفعل مش مشترك ويارد تفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة وتضغط على الكل وممكن تضغط على اشعار القناة يدخلك على القناة عندنا تشوف الفيديوهات التي لدينا وتخذ فيها لفة اكيد تلاقي حاجة تعجبك نخش الشرح النهاردة ان شاء الله جايب لك طريقة عمل روت لجميع واتف شاومي بطريقة صحيحة وانت اللي هتصنع بنفسك الروت قبل كده نزلنا شرح الامفينيكس والسامسونج النهاردة ان شاء الله شرح شاومي ولكن في كلمة عايزة قولة يعني احيانا احنا بنبقى بنفلش او بنعمل صوفت وير لتليفونات بتبقى الصوفت وير رسمي من الشركة وبيبقى البرنامج اللي بنفلش فيه رسمي ورغم كده التليفون ممكن يموت معنا انا بقول الكلمتين دول ليه بقول عشان لو انت واحد من الناس مثلا بتعمل الروت او بتطبق الطريقة دي وقف التليفون معاك او وقف على الشعار فدي مش مشكلة من الطريقة دي مشكلة من يعني في تليفونك انت الطريقة فعالة وزي منا بورديك مشروحة على التليفون عملي فلو قبلك مشكلة فما تلومش على الطريقة لان الطريقة بتنجح مع ناس كتير وشغالة على طول وما فيهاش مشكلة لما تيجي تحصل معك مشكلة زي منا لسه ايلك ممكن يحصل موت للجهاز واحنا بيمفلش اصلا بفلاشة رسمية وببرنامج رسمي وبيموت الجهاز فلازم تحط في دماغك الكلمة دي وتبقى عارف تماما ان انت داخل تعمل روت فمعرض ان انت ممكن يحصل للتليفون اي حاجة بتخاف من الكلام ده فبلاش وبعد عن الروت وعن الكلام ده كله وخليك ماشي رسمي ونظامي وننتقل الى الشرح اولا هتحمل الملفات المطلوبة سيبلك الرابط اسفل الفيديو كل الرابط اللي انت هتعوزه سيبها لك اسفل الفيديو ان شاء الله اول حاجة هنحمل تطبيق المجيسك هتروح تحمل اخر اصدار هسيب لك الرابط بتاعه طبعا هتضغط عليها يدخلك على الموقع ده ان شاء الله هتنزل لتحت هتلاقي خيار عندنا اسمه داول لود ناو هتضغط عليه هيفتح لك صفحة تانية هتنزل لحد تحت كده طبعا انا بجيب التحميلات عشان الناس اللي مش هتعرف تحمل محدش يشتكي هتضغط على داول لود اصاد المجيسك مناجر ابي كي هينزل معك بالشكل ده هنروح على الملف التاني اللي احنا محتاجينه اللي هو الروم الخاص بتليفونك لازم تعرف اصدار تليفونك او نوع تليفونك ايه هسيب لك رابط الموقع ده عشان تحمل منه ملف الروم احنا مش محتاجين من الروم غير او من الفلاشة بتاعتك غير ملف واحد بس اللي هو ملف البوت لو انت متوفر عندك الفلاشة فكده تمام ما انتش محتاج تحمل لو ما عندكش الفلاشة بتاعتك هتحملها من هنا ممكن تكتب اسم جهازك من هنا او ممكن تبحس من خلال الموقع ده انا احمل مثلا ان الروم بتاعي ريدمي نوت نايم برو هضغط عليه هيفتح لي الوجه اللي في الجنب دي زي ما احنا شايفين هاختار من هنا بس اللي هو نوع الجهاز بتاعي وجنب منها اللي هو جلوبل يعني عالمي او ريدمي نوت نايم برو جلوبل اضغط على دغطة واروح اضغط على دول لود فل روم اللي هي البرتغاني قدامي فوق ده حجم الروم اتنين جيجا وتلتمية ميجا اضغط هنا التحميل بعد كده اقول له بدء التحميل طبعا لو الروم عندك زي ما قلت لك انت مش محتاج دلوقتي هنثبت التعريفات ولو قبلك مشكلة في التعريفات هورديك تحلها ازاي برضو الرابط التعريفات ده سيبه لك اسفل الفيديو هتضغط هيفتح لك الرابطين دول واحد للمعالج الامي تي كي واحد لمعالج الكوالكو ان طبعا مش هتعرف التليفون اك نوع ايه او المعالج بتاع ايه هتحمل الملفين الاثنين حجمهم صغير جدا واحد حجمه تسع ميجا او عشرة ميجا واحد حجم واحد ميجا او مكملش هتحملهم الاثنين وتثبتهم على الكمبيوتر عندك تفادي لاي مشكلة لو قبلك مشكلة في التعريفات ممكن تتخطى الطريقة دي لو انت معندكش مشكلة في التعريفات اما لو قبلك مشكلة يعني خليني اوريك ان انا عايز يسبب التعريف مثلا هروح على اضغط علي اضغط عليها الكليك يمين وقول له update drive وبعد كده اقول له browse my computer for drivers واختار من هنا التعريف اللي انا محمله اقول شاومي اس بي درايف وبعد كده اقول له next زي ما انت شايف بيقول في مشكلة ومش قادر يثبت التعريف حلها ايه دلوقتي ان انت هتخش اتقفل الكمبيوتر بتاعك تعمله restart وهو بيفتح تضغط على زرار الدل او delete او الدل من من الكيبورد لحد ما يفتح معك الخانة اللي احنا شايفينها دي بعد كده تضغط على trouble shot ده لو عندك مشكلة في التعريفات انما لو ما عندك شي فانت هتتخطط الكلام ده كله بعد كده هتخش على advanced options بعد كده هتروح على start up settings هيظهر معاك الشكل ده كده هتضغط على restart هيظهر معاك الكلام ده كل اللي انت محتاجه هتضغط على رقم سبعة في الكيبورد وتضغط enter عشان يحل معاك كل مشاكل التعريفات اللي ممكن تقابلك دلوقتي هيعمل عم بيوتر بعد ما تضغط على رقم سبعة نجرب دلوقتي نثبت التعريفات هنروح على android update drive بعد كده براوز واختار التعريف بتاعي زي ما عملنا في الاول وبعد كده اقول لونيكست زي ما احنا شايفين قلق install هتضغط كده هو التعريف تثبت معايا بدون اي مشاكل ده لو قابلك مشكلة اما لو ما قابلكش تخطى الطريقة دي او الخطوة دي انفع الوضع المطور في في التليفون دلوقتي انتقل للتليفون اروح على اباوت فون او حول الهاتف اضغط على الاي اي او اي فيرجن حوالي سبعة تمام مرات حد ما يظهر لي قولي يو ار ناو اديفلوبر بعد كده ارجع ورا خطوة وانزل لتحت اروح على الخيار ده وبعد كده انزل تحت الديفلوبر اوبشنز هلاقي الخيار ده ظهر قدامي افعل خيار الاي الاو اي ام الايم وانزل لتحت افعل خيار اليو اس بي دي باج انتظر اربع ثواني واضغط اكسبت دلوقتي هنستخرج ملف البوت من الفلاشة اللي احنا محملنا او لو هي عندك على التليفون على الكمبيوتر اعمل لها استخراج فك دغط البرنامج الونرار او سيفنزيب انتظر لحد ما تخلص هتظهر معي بالشكل ده كلنا محتاج منه ملف البوت دوت اميج اخده نسخ وراح احطه في الزاكرة الداخلية الهاتف في ملف البوت احطه في الزاكرة الداخلية هنصنع الباتش دلوقتي بتطبيق المجيسك اللي قلت لك حمله بعد ما تحمل تطبيق المجيسك هتيجي تثبته شوف هتحطه في مائده برضو في التليفون فولدر الداولود واتوافه على هنا ثبت من خارج المتجر وبعدك كده هتقول له انستول هيبتدي فيه التثبيت التطبيق معك عذاك هتقول له shatéch على خيار انستول اللي هو فوقez عاليمين وبعدك هتقول له السماح تيجي هنا تختار من الخيار ده وتروع على الداولود فولدر داو اللوت في التليفون اللي نحطين فيه ملف البوت. خيار داو اللوت فوق قدام عوض اضغط هنا وبعد كده اضغط على ملف البوت. وبعد كده اقول له لاتس جو. انتظر سواء الحد ما يقول لي او انت. او زي ما انا شايفين. كده احنا صنعنا ملف البتش. هتحمل الاداة دي اتسبالك اسفل الفيديو برضو اداة صغيرة جدا مش كبيرة. الموقع بتاعها اوت زي ما انا شايفين. سدكي بلاتفورم تولز. هتنزل لتحت شو هتلاقي فيه للويندوز وللماك ولللينكس. هتضغط على الويندوز. لو انت معاك الويندوز. هتنزل لتحت. هتلاقي العلامة دي مش متعلم عليها. هتعلم عليها هنا وبعد كده هقول له دولود. حجمها 11 ميجا صغيرة جدا. هتضغط تحميل. مسافة سواء هينزل معاك. هنفتح المجلد عشان نشوف نزل فين. بعد كده هتروح تفك الضغط عنه هتليم مضغوط. هتفك الضغط عنه هيظهر معاك الملف دي. لازم يكون كلام اللي احنا شوفناه ده في اول فولدر بس. مبقاش جواه فولدر تاني. هتاخده نسخ وتروحه على برتشن السي عندك. على اللي فيه بروجرام فايل. وبعد كده هتحطه هنا في برتشن السي على طول. يعني تفتح برتشن السي وتعمل له لاصق هنا زي ما احنا شايفين. دلوقتي هسحب ملف الباتش اللي احنا عملناه بالمجيسك من فولدر داولود وحطه في اه فولدر البلادفورم اللي احنا اسا حطينه في ملف او في فولدر البرتشن السي. ادي الملف او خطه احطه هنا الاول واغير اسمه. هاخده على الكمبيوتر واغير اسمه الاول. اقول له رينيم او اعاد تسمية. امسح بس الكلام ده كله واسيب اللي هو المجيسك اندرسكول باتشت. بعد كده اقول له قبي اخد الملف ده. راح اعطه في بلادفورم تولز في بارتشن السي. اجي هنا واقول له لاصق. بعد ما لاسقت الملف اللي احنا صانعينه هنا. دلوقتي هننتقل لملف لتفليش ملف الروت. انزل على خانة البحث في الويندوز واكتب كومند براما. او برام زي ما احنا شايفين كده. وبعدين هتظهر لك فوق كده. هتقول له run as administrator تشغيل كما سقول. هيفتح معك بالشكل. هتكتب سي دي نقطتين. وبعدين هتكتبها كون مرة. هيظهر معك بالشكل ده. هتقول له مسافة بلادفورم الشرطة تولز. تضغط انتر. هيفتح لك كده هو دخل على الملف. هتجي تكتب له ان ادي بي او مسافة. عشان يقرى الجهاز في وضع ال ادي بي. انتظر ثواني. كده هو ار الجهاز بتاعنا في وضع ال ادي بي. دلوقتي ادخل التليفون في وضع الفاستو بوت. هقفل التليفون اللي معايا دلوقتي اقفله. وارح جاي ضغط على زر الباور وخفض الصوت مع بعض ضغطه مستمر. لحد ما اخش الوضع اللي احنا شايفينه قدامنا ده. بعد ما اخش كده اشبك الكابل في التليفون وفي الكمبيوتر تاني. وارجع لنفس الكومند بروم. واقول له هنا فاست بوت ديفويسز عشان نشوف هو مقري في وضع الفاست بوت ولا لا. زي ما انت شايفين اري وضع الفاست بوت. بعد كده اقول له فاست بوت. فلاش. مسافة بوت مسافة. مجيسك. اندرسكول الباتشت دوت ايميج. نفس الاسم اللي احنا عاملينه في ملف الروت اللي احنا صنعين. وبعد كده لازم تضغط انتر. ولازم يكون مكتوب الصيغة بتاعته دوت ايميج. بعد كده بعد ما خلص اقول له ريبوت. اعمل معايا اعادة تشغيل. طبعا الكلام ده بيخد شي ثواني. بعد اعادة تشغيل للتليفون هيفتح معايا بالشكل ده. هروح اتاكد اذا كان فيه روت ولا لا. هسبت تطبيق روتو تشكر. من على المتجر. واقول له انستول. انتظر سواني لحد ما يخلص تثبيت. بعد كده اقول له بعد ما يخلص اقول له فتح. open. no sanketh. get started. وبعد كده اقول له verify. تأكد ازا كان فيه روت زي ما هنشايفين ظهر معايا ان فيه روت عالتليفون. بدوته الصلاحية وظهر معايا داني علامة صح بالاخضر. يبقى كده تم عمل الروت. كل الرابط السابع لك اسف الفيديو. هاريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بفيديوهاتنا الجديدة. كان معاكم ماجدي منظور من قناة فهم ميكس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.